اختلف أهل العلم فيه من بعض العلم من رأى بأن التشخيص في الرقية الشرعية هو من البدع ومنهم من رأاه بأنه من الأسباب التي يعرف بها الراقي الإصابات فقالوا لا بأس به ولا شيء فيه واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك نعرف الإصابات الروحية نعرفها أو الإصابات يعني إصابات السحر لما نقول إصابة روحية يعني معنى السحر والعين وهذه الأمور نقول بأن نعرفها بالأعراض أولا بالأعراض المنامية لكن لا يبنى عليها دليل وإنما يبنى عليها دليل بأنه صاحبها مصاب فقط لكن لا ترمز إلى شيء ولا تدل على شيء حتى التشخيص في ذاته يعني هو ليس قطعي التشخيص طبعا التشخيص قلت فيه قاعدة والله الحمد لله وفقني الله عز وجل فيها وقلنا بأن كل التشخيص قطعي الثبوت ظني الثبوت عفوا وليس قطعي الثبوت يعني لا يوجد يعني راقي شرعي على الكتاب والسنة ويثبت لك شيئا من الأمور الغيبية غير مؤكد مئة في المئة طبعا الأمور الغيبية لأن الرقي الشرعية قلت كذلك قاعدة فيها بأنها تنقسم إلى قسمين قسم غيبي وقسم يجوز الاجتهاد فيه أو مثل البرامج العلاجية والأمور الأخرى فأمور الغيبية فلا يجوز للراقي الشرعي أن يثبتها لأنها أمور من الغيب والغيب خاصة الله عز وجل به نفسه كما يعرف الجميع زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر